الحركي هم مواطنون جزائريون قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي في حرب التحرير الجزائرية ما بين عامي 1954 و 1962 ومع انتهاء هذه الحرب عاد الآلاف منهم مع الجيش الفرنسي إلى فرنسا حيث اعتبرت السلطات الجزائرية هؤلاء الحركي المتعاونين مع الجيش الاستعماري خونا وما زالوا حتى اليوم غير قادرينهم وأبناؤهم على العودة إلى الجزائر نعمل مع الجزائر على حل الإشكالات العالقة في علاقات الحركة مع الجزائر وأبرزها أعطاؤهم إمكانية العودة إلى وطنهم الأصل لمن أراد ليست المرة الأولى التي يمنح فيها من يعرفون بالحرك في فرنسا ميدالية وأوسمة كهذه لذا ظل هؤلاء يأمنون من الرئيس إمانويل ماكرون الذين انتخبوه ووقفوا معه بأن يعمل على إصدار قانون يمنحهم حقوقهم كفرنسيين ويعوض عليهم ما خسروه خلال السنوات الماضية منح الأوسمة وإهانة بحق المقاتلين القدامى الموجودين هنا ملف الحرك وأن كان في طبيعه مشكلة فرنسية محدى تتعلق بتهميشهم من قبل الحكومات المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي فإنه يشكل أيضا موضع خلاف مع السلطات الجزائرية التي تصنفهم في خانة العملاء وترفض حتى الساعة أن تشكل قضيتهم وقضية أحفادهم موضع ترحيب على المستوى الرسمي والشعبي على السواء الناس كانت جاهدهم ويبيعوا فيهم خدعين وخدعونهم خدعوا البلاد للإشارة فأن الحرك الذين عادوا مع الجيش الفرنسي لا يتعدى عددهم خمسة وخمسين ألفا فيما يتهم مؤرخون فرنسا بالتخلي عن خمسة وسبعين ألفا تعرضوا للتنكيل والتعذيب والقتل في الأيام الأولى التي أعقبت استقلال الجزائر حيث تم التعامل معهم على أنهم خونا تكريم هؤلاء الذي اعتبرته غالبية جمعيات الحرك غير كاف إنما هو خطوة في إطار خطوات تعكف لجنة أنشاءها الرئيس مكرون قبل أشهر لدراسة وضع هؤلاء ولوضع صندوق بقيمة أربعين مليون أورو وذلك من أجل استثمارها والتعويض على هؤلاء وعلى أبنائهم وذلك فيما لو تم الاعتراف بحقوقهم قانونيا توني شميي الحرة باريس